علم الاحتلال يطوع واخر جنوده يغادر مشهد نوفمبري يستحيل ان ينساه اليمنيون ففي الثلاثين من نوفمبر ومع الرحيل الاجباري للاحتلال اعلن الاستقلال وبطي علم المحتل اكد الثوار ان ارض اليمن على اتهساعها لن يرفرف عليها علم سوى العلم الذي يمثل الهوية اليمنية الهوية التي حرص الثوار على ابقائها حاضرة في الوعي الثوري في مرحلة الكفاح ليبقى التكامل بين الثوار شمالا وجنوبا الحاضر الابرز رغما عن مكائد الاستعمار والكهنوت اجبر المحتل على الرحيل لكنه وهو يغادر بقي مطمئنا ان غدره سيؤتي ثماره تمزيقا لا يجتمع بعده اليمنيون وكانت تسمية الجنوب العربي احدى ادواته ووسائل مكره في التفرق حيث التغييب المتعمد لاسم اليمن عن الجزء الذي اقتطعه الاستعمار بقوة السلاح ادرك اليمنيون الحيلة الاستعمارية ورغم بقاء الوطن مشطورا لعقود بعد نوفمبر بقي الثابت الحاضر في تسمية الشطرين كلمتان الجمهورية واليمن وهم الثابتان اللذان سيمتزجان في التسعين ليشكل ثابت اليمنيين الجمهورية اليمنية الجمهورية التي يحتفي ابناؤها بالذكرى الثانية والخمسين للاستقلال وهم يواجهون بقايا حنضل الاحتلال حيث البعض يريد ان يتنكر لليمن تأريخا وجغرافيا لاهثا خلف تسمية استعمارية جاهدا ان يحقق للاستعمار هدفه القائم على سياسة فرق تسد السياسة التي ركل اليمنيون اصحابها بالامس خارج جغرافيا اليمن انتصارا لتأريخه العريق وبالقدم الثورية ذاتها يركل اليمنيون اليوم اذناب الفكرة الاستعمارية تسمية وشعارا ومؤامرات يعود ذكرى نوفمبر اذا فيتذكر اليمنيون المشاهد الخالدة التي لن تنسى وهي مشاهد للتذكير وليست فقط مجرد ذكرى فاجبار اليمنيين اخرى طائرات الاحتلال على مغادرات مطارهم في عدن مثل تأكيدا على ان اصحاب الارض هم اصحاب الحق والسيادة على مطاراتهم وموانئهم وعلى كل شبر في وطنهم ليبقى الثلاثون من نوفمبر وكما هو تذكير قاس للمحتل تذكيرا اشد قسوة لاذنابه فالمتآمر على اليمن يهزم وينسى واليمن الكبير ينتصر ويبقى اشتركوا في القناة